ينضم إلينا من القاهرة دكتور حسام فاروق الباحث في أشؤون السياسية دكتور حسام في هذا اللقاء تم الحديث عن دعم تونسي لأمن مصر المائي برأيك أهمية هذا الدعم في هذا التوقيت بداية تحياتي لحضرتك والأسادة المشاهدين ليس فقط الدعم التونسي لمصر في ملاف السد النهضة هو المهم الزيارة برمتها زيارة مهمة في هذا التوقيت نحن نعلم أنها زيارة أولى للرئيس التونسي قيس سعيد منذ تولى السلطة في أكتوبر 2019 زيارة أولى له إلى مصر إن شان الحديث عن أهمية الدعم التونسي نعلم أن تونس الآن هي عضو غير دائم في مجلس الأمن وربما تعاد القضية أو يعاد تدويل القضية من جديد إلى مجلس الأمن حال ظلت أثيوبيا على موقفها المتعند وأصرت على الموقف الأحادي وملء السد مثلما أعلنت هذا تونس تمثل صوت عربي في مجلس الأمن أيضا فكرة أن الدول العربية تتضامن مع مصر في دعمها لحقها القانوني والمشروع في مياه النيل فهذا في حد ذاته أيضا موقف يحسب للدول العربية ولتونس ولأي دولة عربية تعلن موقفا صريحا كما سمعنا منذ دقائق الرئيس التونسي قال نصا أن أي موقف تتخذ مصر في دفاعها عن أمنها المائي هو موقفنا وربما لا أجد أي تأكيد أو دلالات أكبر من أنه تبنى نفس الموقف المصري هناك أيضا للأسف الشديد هناك بعض التصريحات من بعض الدول يعني ربما تكون ليست بنفس هذه القوة لكن الرئيس التونسي أعلنها صراحة أنه يدعم مصر بشكل كامل ما تتخذه مصر هو موقف تونس في قزمة سد النهر نعم طيب يعني ربما أتي ذلك تزامنا مع تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة التونس السوداني وتحذيره من حرب قادمة حرب مياه وأيضا طلباته أو مطالباته للمجتمع الدولي بيتدخل هل يعني يأتي الدعم التونسي لأمن مصر المائي كجزء أو يفتح المجال لرد فعل دولي ربما مؤيد للموقف المصري السوداني في تصوري أن الموقف المصري السوداني المشترك هو الآن في مرحلة كسب الدعم الدولي مثلما تفضلتي الجولة الآن هي جولة دبلوماسية بامتياز لأن المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن هم مناطبهم اتخاذ موقف واضح حال استمرت إثيوبيا فيها التعنت الدعم العربي دعم واضح لأنه يساند الحق وهي قضية حق رأينا قبل الأسبوع الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية تضامنها مع موقف مصر السودان كذلك البحرين كذلك الأردن الإمارات دعمت الحوار لتحقيق مصالح الدول السلاس أنا أرى أن الآن نحن في الأيام التي تسبق الحل أي أن كان هذا الحل في تصوري أن قطع المياه أو قطع مياه النيل عن مصر والسودان والأتحدث عن مصر هو قطع حياة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن صراحة بما لا يدع مجالا للتأويل أن لا مساس بنقطة مياه الأمن المائي المصري خط أحمر ومن ثم فنحن الآن في مرحلة كسب الدعم في مرحلة التوضيح للقوى الدولية التي ستتحدث لو لا قدر الله كان هناك انتجاه لحل آخر نحن نؤكد أننا نطالب بحقوقنا مطالبة إثيوبيا بتبادل معلومات في أي سياق تضعوا هل هي لهجة مختلفة؟ هل هي بداية تراجع؟ بداية مرونة؟ أم أن للموضوع أو لهذا الطرح مآرب أخرى؟ أنا قرأت التصريح الأثيوبي وهو يأتي في سياق المراوغات المستمرة إذا كان ثم نية حقيقية وإرادة سياسية أثيوبية للحل فعليها أن تردخل اتفاق ملزم يضبط عملية ملء وتشغيل السد بما لا يسبب ضررا لدولتي المصاب ولكن الحديث عن أنه تبادل معلومات هذا كله حديث الحقيقة لا فائدة منه نحن نحتاج إلى جلوس على مائدة قانونية نخرج باتفاق قانوني الدولتين طلبت الأسبوع الماضي في كنشاسة أن يتم ترقية دور المراقبين إلى وسطها رفضت أيضاً ده كان اقتراح سوداني مصر تحدثت عن تسويات مصر لا تريد أكثر من حقها مصر تريد فقط أن لا يعتدي أحد على حقها القانوني في ماء النيل وليس ضد تنمية ضد أثيوبية وضد التنمية في أثيوبية ولا ضد أي مشروعات بل بالعكس الرئيس السيزي في 2015 خطب في البرلمان الأثيوبي وقال نحن معكم نحن نساعدكم في خطواتكم نحن التنمية ولكن لا مساس بحصة مصر في ماء النيل أعود لحضرتك وأقول أن هذا التصريح في رأيي الشديد أنه ليس أكثر من مراغة كسب وقت نوع من الاستهلاك للإعلام مجرد عنوان يلقى للرأي العام العالمي حتى يقال لقد عرضنا تبادل المعلومات أي معلومات سيتبادلونها وهم يرفضون اتفاق قانوني ملزم أي معلومات يتبادلونها وهم يصرون على الملء الأحادي إذن من القاهرة دكتور حسام فاروق الباحث في الشؤون السياسية شكرا جزيلا لك